رسول الله سلام في سيرته تتحدث عن بعض مواقف في سيرته اللهم صل على رسول الله أقول انسج لها حللا تزه بها الحلل حر من الفكر فيها الحسن يكتمل قصدنا أعظم من يقصدنا من بشر والنهر من أمه من أذبه ينلو ما كان نهرا ولا ريحا ولا سحبا أمام جود أبي الزهر يروا بخل ما كان نهرا ولا ريحا ولا سحبا أمام جود أبي الزهر يروا بخل من فضله عما من في الأرض كله مهدي السماء لمن تاهت به السبل من نالوا من شهده صحت نفوسهم ومن أبوا شهده نالتهم العلل من فكر العقل أقفالا جثم به وحرر الإلم ممن للهوى عمل من رد للحكمة الغرى مكانتها وناد للمجد لما صار منعزل من قاد جيش فتوحات العلا ورقى بأمة من حضيض للسمر تحلو من هامش الأرض صاروا شمس ساكنها ومن مفازات للفوز هم الرسل من تم للمكرمات بدرها وسمى بنوره في ليالي بيد من جهلوا من أحرج الشم لما فاقهم جلدا وأزرى بالمغريات التي لا تنلوا مهلا قريش فلا مال يلأثمه وليس بالجاه أو بالملك يحتفل يفاوضون كأن الموت ساق لهم وما دعاهم لخلد فيها قد كملوا مهلا قريش لا إجرى ما يقفه حصار شعب ولا تعذيب من وصل لا شتم دعوته لا ضرب وجنته لا قتل صحبته لو يجمع السفل هذا الذي اصطفى من كل ذي نسم وليس من أرسل الرحمن ينخذل هذا الذي اصطفى من كل ذي نسم وليس من أرسل الرحمن ينخذل يا عم لو وضع الشمسين ما تركت روحي رسالة ربي حتى تنتقل يا عم لو وضع الشمسين ما تركت روحي رسالة ربي حتى تنتقل نفس تتلمذ من سادت نفوسهم وعندها أشجع الشجعان تنذهل التضحيات تراها قطب قادتها ويزدري عندها من فاق ما فعل وما الرجالات إلا ما تقدمه وما السيوف سوى من كانوا قد سقلوا والبدر يعرف والظلماء عاكفة والحر يمتاز والبدر يعرف والظلماء عاكفة والحر يمتاز والأيام تأكل يجيب أسئلة الصديق في ثقة وحوله جمعت في قتله الحيل في جوف غار وأسياف العدى نشرت ومن يجيء به سيقة له الإبل الجند والجاه والأموال عدتهم والناس تلقى لمن هذه له خولوا في منطق الأرض قد حانت نهايته وعند وحي السمى دانت له الدول في جوف غار وأسياف العدى نشرت ومن يجيء به سيقة له الإبل الجند والجاه والأموال عدتهم والناس تلقى لمن هذه له خولوا في منطق الأرض قد حانت نهايته وعند وحي السمى دانت له الدول يا صاحب الغار إن الله ثالثنا ومن يكن معه الرحمن يتكل يا صاحب الغار إن الله ثالثنا ومن يكن معه الرحمن يتكل ارجع سراقة أخبرهم بمعجزة الصلد ثارت ومن تلحق هو الأمل من جئته قاتلا تطلبه مرتجيا وعفو من تمم الأخلاق يرتجل ارجع سراقة أخبرهم بمعجزة الصلد ثارت ومن تلحق هو الأمل من جئته قاتلا تطلبه مرتجيا وعفو من تمم الأخلاق يرتجل ارجع سراقة وانضم في مواكبه لنوره النافذ البلدانة سدل ولبس سواري رب الفرس بعدهم هل نوق من في القليب مثلها تصل صرعا وطغيانهم يحكي تناثرهم ما نفع أصنامهم ذاق الذي سألوا من باع دنياه للرحمنين لهما ومن أراد الدنا يدن له الخطر من باع دنياه للرحمنين لهما ومن أراد الدنا يدن له الخطر من طيبة المجد جاءت أسد تتبعه لو قال للبحر خوضوا عنه ما كسلوا جنود حق لغير الله ما ركعت صوائق قسمت من بالضلال علو من طيبة المجد جاءت أسد تتبعه لو قال للبحر خوضوا عنه ما كسلوا جنود حق لغير الله ما ركعت صوائق قسمت من بالضلال علو لله قد نصروا والكفر قد قبروا والنور قد نشروا والبلوى احتملوا مهاجرون وأنصار به اجتمعوا كأنهم جسد من بعد ما هطلوا يقودهم أحمد والحق متقد والكفر مرتعد والخير ينهمل جبال مكة جاء الفتح فابتهجي ورحبي بجبال بس ما اتصلوا جبال مكة جاء الفتح فابتهجي ورحبي بجبال بس ما اتصلوا اليوم عشرون عام كلها طويت من اخرجوا احمدا في حكمه نزلوا اليوم عشرون عام اليوم عشرون عام كلها طويت من اخرجوا احمدا في حكمه نزلوا كريم وابن كريم قال قائلهم قال اذهبوا في رحاب الله لا وجل يقول لا يصنع التاريخ من حقد كم من الدة بعد العفو هم اهل وذروة المجد عفو عند مقدرة وليس عفو به الاعداء ما حفلوا كريم وابن كريم قال قائلهم قال اذهبوا في رحاب الله قال اذهبوا في رحاب الله لا وجل يقول لا يصنع التاريخ من حقد كم من الدة بعد العفو هم اهل وذروة المجد عفو عند مقدرة وليس عفو به الاعداء ما حفلوا الله اكبر في الافاق فائقة والشرك شرد والاسلام مكتمل والشر منقبض والخير منتفض ومكة منها والاوثان تقتسل هذا محمد خير الخلق قاطبة هذا المحامد في انسانة اختزل هذا الشجاعة في اسمى تألقها هذا التراحم لا يلقى له بدل اتى يحرر من بالجهل قد خنق من فوقهم ظلل من تحتهم ظلل ولم يغادر الى جنات خالقه الا ونور الهدى في الارض يكتمل ولم يغادر الى جنات خالقه الا ونور الهدى في الارض يكتمل صحبتانك الكذير صحبتانك الكذير الله خصصير